هذه الأخ الرئيس أول جلسة عادية لحكومة جديدة وبالتالي الرسائل من حيث العدد كبير وخاصة بعد استقالة حكومة سابقة وقعدنا فترة طويلة على ما تشكلت هذه الحكومة فيشي طبيعي تكون هذه الرسائل بهذا الحجم وتلك الأهمية الرسالة رقم 34 أنا بس أحب أذكر الحكومة على الرغم من اختلافنا وأنا أرى هذا اختلاف محمود وصحي وطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء المجلس لتقدير موقف ما لكن قطعا جميعنا بالاستثناء متفقين على تقييمنا لهذه الحكومة بالإنجاز والإنجازات الحكومية وتحديدا تحسين المعيشة لدى المواطن وبالتالي حتى لو أخذت الحكومة الموافقة في هذا الموضوع وأنا واحد من ناس مع مجموعة من نواب أصدرنا بيانا وقلنا ما في مانع أن تأخذ الحكومة شهر لمراجعة هذه التقارير لكن ما وقفنا بياننا ذيلنا بياننا في تاريخ خمسة ثلاثة قلنا على الحكومة أن تزود المجلس بالتقارير لبناقشته في جلسة خمسة ثلاثة وهنا نقول حق الحكومة طبيعة وطريقة التعامل والتعاون مبني على الإنجاز وإحنا بإذن الله إلى لقاء قريب الأخ الرئيس الرسائل الكثيرة الرسالة رقم أربعة مهمة ردا على سؤال برلمان الأخ المهل هل المضف عن تكويت الهيئة العامة للبيئة تكويت الوظائف الكويتية هذا الوظائف يجب أن تكون لمواطنين كويتين وذلك فيه تكليف للجنة شئون البيئة والأمن الغذائي والمائي في التحقيق في بعض الوظائف اللي العديد من شبابنا وشاباتنا لديهم القدرة والكفاءة والملاءة والشهادة لسد هذه الوظائف وبالتالي هذا شيء مستحق يقودني إلى توجيه رسالة لرئيس الأخ رئيس الحكومة مصالح الناس تعطلت ووظائف الناس تعطلت والقرارات موقوفة والكويت مشلولة الأخ الرئيس الآن حكومة جديدة أقسمت أمام صاحب السمو وأقسمت أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة وبالتالي الاستمرار وقف مصالح الناس في الندب والنقل والتعيين أخ الرئيس إذا الحكومة محاسة في المواطنين نحن نقوله بترحلنا نحن نبثهم الحقيقي والمباشر أخ الرئيس العديد من الشباب اللي انتقل من قطاع الخاص إلى الحكومة في موافقات وكتب ترشيح وبدأ في الإجراءات الآن مقاعد ما عنده معاش وبالتالي أتمنى وكن أتوقع أنا ما كنت يعني متوقع أن الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء أمس اللي يطول لي فوق الساعة عشر ما تكون قد تخذ إجراء في موضوع عادة التكليف والندب والقرارات المواطنين الكويتية أدعوها إلى الانتهاء في هذا الأسبوع حاجة المواطن خاصة في رزقه لازم تكون أغلبية لدى الجميع بالاستثناء عندنا رسائل كثيرة للأخ الرئيس من لجلة شؤون البيئة والأمن الغذائي والما يتتعلق في العديد من القضايا أتمنى من أخواني الموافقة عليها لأن نحن يعني هذه التقارير اللي بنكتبها لم يكن هناك تقارير بالتحقيق لن يكون لها أي واقع وعليه العديد من الرسائل وجهت في العديد من المسائل التي تتعلق بصحة المواطن وأنا حسب ما طلعت بشكل مبدي أن هناك أولويات بيئية كذلك لهذه الحكومة أتمنى أن تلتزم بهذه المواضيع ونحن شكلنا ست أو ست رسائل تتعلق في الأضرار البيئية والتلوث البيئي والحكومة كعادة الحكومات السابقة ليس لديها أي أولويات بيئية أنا الأوان أن نتحدث عنها هنا في قاعة عبدالله السالم الأخ الرئيس الرسالة في 1.11.2023 كانت هناك جلسة خاصة تتعلق في أخواننا المجاهدين المرابطين المظلومين في غزة ووافقت الحكومة والمجلس على 13 توصية أبي أسمع من وزير الصحة تحديداً أبي أسمع من وزير الصحة ووزير خارجية تحديداً ورسالتي الواردة رقم 29 ما هي الإجراءات لنقل المصابين من المجاهدين والأطفال والنساء إلى الكويت يا حكومة أنت وافقته مع توصيات المجلس هذا مجلس أمة مدوانية إذا فيه هناك توصيات وأي توصيات لمجاهدين لأبرياء لمتضررين لنساء لأطفال نبي شنو بتسوي الحكومة في التوصيات اللي وافقت عليها شكراً للمشاهدة